انا سألت الكاتل عبزار الساعة قبل الفاصل فيوتشر بقاله موسمين هو محور حديثه الانتقالات كل الناس بص على لعيبة فيوتشر الساعة اللي فاتت فاكر لما سألته نوين تبقوا مين وتشتروا مين واوا فقال لي احنا منحاود نمني على العملناه فمش نوين نستغنى عن اللاعبين بس السؤال التمهيد اللي هسألوله دلوقتي ما حصل ولا ما حصل ما حصل بس السؤال اللي جاي دلوقتي ده وانا في الموسم التاني وحن نتحدث عن نادي المفروض ان هو نادي استثماري مفروض بتبيع وبتكسب وبتشتري وبتعمل الكلام ده كله مش بما انك بتشتري لعبين وانك بتجدد في الفريق مصدر داخل مهم جدا هو ايضا بيع اللاعبين المهمين اللي انت عملتهم وعملتهم بزبط الاسد بتاعك هل بتفكروا بالطريقة دي ولا اللي هو لا 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 سيب اللاعبة زي ما هي واشتري عليهم ومش مشكلة بقى ونبقى نشوف الفروس هنجيبها كل الافكار ما تروح على التراويس كل الافكار ما تروح كل حاجة يعني الموضوع بس يا كريم انا محبش النادي اللي يقول لي ايه لا لا انا ما بيعش ما ينفعش تبقى في السوق وما تبقىش وتشتري بالزبط كده تبقى انت صامت لا وهتغسر لأ وبعدين انت هتفضل كده لكن امتى وامتى ايوه ومين رايح من جاي ده الشيء المهم جدا لو انت عايز تستمر تبقى في نفس الموضوع لان لما عادنا مع مجلس الدارة اول مرة او انا عادت كنت انا اول واحد موجود ايه الهدف ايه الهدف ما هو انت هتقول لي التارجد بتاعك يعني المربع ده له شغله المنافسة دي له شغلها المركز السادس والسابع والتامن وان انت تفضل في الجذول له شغله صحيح المنافسة على الهبوط لها شغلها تمام فاهمني تمام البدجت نفسه له شغله تمام فانت هتديني كام عشان اعمل ايه صحيح صحيح فكال الاتفاق في الاول ان احنا لا احنا عايزين نبقى فرقة كبيرة موجودة في المربع دايما صحيح اشتغلنا على هذا الاساس اشتغلنا ما بين رؤية عين كويسة للمستقبل واشتغلنا الناس لها تاريخ واشتغلنا لناس عندها هدف تكبر وتروح منتخب مصر وتشد الفرقة لقدام عشان كده اختلاف الاهداف دي كلها هي اللي سببت النجاح للموجود زائد ان انت قائد السفينة الكابتن علي ماهر واجهازه حد حدس ولا حرك في التموح صحيح حد يعني بص يعني بنحاول نفرمله مش حد يعني هو عاوز ياخد الدوري يعني عايز ياخد الكاس عايز ياخد كاس الرابطة يعني عمره ما دخل للعيبة وحط في دماغه من احنا رحين نتعدل مستحيل كلمة دي مشتوبة في كموسنا في النادي صحيح تبقى موجود لكن حاليا اه الموضوع ده ما تروح ما تروح بشكل كبير جدا جلسات واخد رأي وفي الاخر خالص في ناس بتقع في الفخ ده وانت شغال مهما كان البوزيشن بتاعك في حاجة اسمها ملاك النادي يعني اهيوة في حد اسمه صاحب النادي ايوة صحيح فانت فكر وشجل وعرق ومكان كل حاجة بس صاحب المكان ده كان عامله اصلا عشان يكسب بالزبط صحة ولا بالزبط الناس بتبع فاكرة انه الناس بتعمل عندها دي للوجاهة لا لا خالص انا بس فلوس وعايز اكسب حال فكرة حتى لو انا اصلي اقول لك ايه النادي ده بتاع شخص غني جد طيب ما والشخص الغني ده برضو مش عايز يلمي فلوسه ما هو عايز يكسب فلوس يعني الشخص ده غني عشان مستثمر بالزبط ايوة انه طمام جد يعني فهمني عشان مستثمر انه هو بيحب بالعكس ده هو الغني ده او المستثمر ده بيحبش يخسر فالطبيعي بيحب فانتا والمدير الفني صحيح بنقعد بنحط واحد اتنين تلاتة اربعة في الاجتماع وفي الاخر خالص ده قرار ادارة ده قرار صحابي النادي ممكن احط نفسي مكانك للحظة واشرع حاجة للاستاذ مشادي انت مثلا ممكن يبقى عندك لعيب مهم جدا موهوب جدا وصنعه في فيوتشار يعني او يعني تقلقه صنع في فيوتشار زي مثلا محمد ريضابوب فانسي يقول لك ايه هو فيوتشار هيستعنى محمد ريضابوب موهوب ممكن هو انت قعد في الترابيزة اللي هي بتاعت الاجتماعات دي انا بالاستخدام على محمد ريضابوبوب دوت هجيب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وكسر بيت الدنيا وهمني بقنا جديد فالناس تبقى فاكرة انه ايه ده فيوتشاركية بيدمر المشروع بتاعه لما يسيب اللعيبها المهمين ده ممكن يجيب اهم انت مهما كان رأيك مهم وعمود في النادي وكمدير فني وعمود في النادي وعازين نكمل نجاح تكون انت تعبان بس مش انت اللي دفعته فلوس صحيح صح ولا مصح صحيح فانت في الاخر خالص انت بتقول رأيك وتتمسك به وتقول سبل النجاح واحد اتنين ثلاثة اربعة اتنين ايه رأيك في السوق السنة دي السنة دي فيه ندرة في اللعيبة بشكل غير طبيعي مية في المية غير طبيعي يمكن ان نلمس ده لما بتيجي تقول ايه البديل احيان دي بقى المشكلة اللي تقابلك كريم في شغلك مش فلوس بقى رايحة ولا جاي لا لا خالص 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 اما انت فيه العيب بقى خرج مهم فانت محتاج تعوضه انا محتاج ازايه ممكن يبقى احسن كم انا برضه كحد انا هدفي فيه الاخر ميزانية والنيت بروف او المكسب بتاع المستثمر يحط له فيه رقم اكبر بكتير من اللي دفعه صحيح فيه واحد بيدفع ويرجع رأس المال بتاعته بعد سنة صحيح نعمل احنا كلنا الطبخة دي كلها وتجيب رأس مالك في سنتين انا ناجح صح ولا بالصح بس عشان بس فيه تفكير مختلف فيه حاجة مختلفة احنا بس بنفكر فيها مش عايزين ترند ونمش وراه هو الموضوع شغل وشغل كبير جدا وفيه اندية كبيرة بتدور على بطولات ومضغوطة من جمهورها ومضغوطة ان الاسم ده لازي يكون عندها ومحظم الناس بقيت فاهمها يعني معظم الجمهور بقى فاهم الموضوع بقى فاهم ايه الحلقة المفقودة فيه ناس بقيت دلوقتي بقابلها في الشارع وربنا وربنا بيتكلموا كلام فني فيه ناس تعجز انها تقولوا ناس اداريين يعني اكسم بالله ناس تدير عنده اهو الله العظيم تلاتة فالموضوع مختلف تمام لكن الموضوع ده اه تمام يعني في خلال ايام ممكن طبعا متداول جدا وخلال ايام هتسمع يعني